مساء الخير على حضراتكم و اهلا بكم معانا حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ليوم الخميس 10-11-22 الحقيقة انه زمان كان البحث العلمي ربما في مصر كان متأخر جدا و ضفتنا النهاردة لطالما دار بيننا الحوار امام الكاميرات و امام حضراتكم عن تأخر هذا الملف و عن عدم الاهتمام من الدولة بهذا الملف لانه البحث العلمي مكلف ولانه ما كناش بنشعر انه مسئوليتنا ان احنا نبتكر ربما كان لدينا مسئولين يركنون لفكرة انه خلاص ما احنا بنجيب من برا وما كانش عندنا هذا الطموح الا في عقل وقلب ثلة من اساتذة الجامعات او مجموعة من العلماء اللي كانوا بيتمنوا ان الدولة تمدي لهم ايد العون علشان تاخد منهم اللي هي تستحقه كانوا بيشعروا ان الدولة صرفت عليهم وقدمت لهم مشوار طويل وزمان كان التعليم مجاني تماما من الاول للاخر والبكالوريوس والماجستار والدكتوراه والدرجات العلمية ولكن لم تستفد بعلومهم كما ينبغي ان يحدث كانوا بيشعروا ان المشروعات اللي بيقدموها والابتكارات والمقالات اللي بيسعوهم بانفسهم مش الدولة عشان ينشروها في الدوريات العلمية المحكمة دوليا والمعروفة من المجلات العلمية كانوا بيشعروا ان الدولة مش عايزة اقول بتنظر لها باستهانة لكن لا يعني لا علاقة ابدا بين طريق التسييس الامور في البلد ومستقبل الوطن وما يفعلون ودي طبعا كانت كرسة وكنا دائما بنتمنى ان يكون هؤلاء هم نجوم المجتمع وكنا ننادي ان هؤلاء هم من يجب ان يكونوا ليلة نهار في وسائل الاعلام لتوعية المواطن المصري بعدة امور اولا اهمية العلم في حياتنا وليس الفهلوة ما نعملش اعلان نقول على قد ما ايدك تعرف تهبش وتكبش على قد ما تاخد لا نعمل اعلان نقول على قد ما تدرس وتتعب على قد ما توصل ما نعملش اعلان ولا نسمح باعلان كرقابة من الدولة اعلان بيقول فلان ده تعب وقعد عشرين سنة يشذاكر لغات لما بقى دكتور واشتغل تلاتين سنة زيهم عشان يجيب العربية الفلانية وفلان هبك سيبها في رقم مش عارف ملزوق على ايه وتخربش فبقى عنده نفس العربية ايه اللي يخليك بقى تتعب وليه تدفع ايه ده احنا كنا في ثقافة من استمرار اثار سلبية وسلوكيات مدمرة ومخربة للنفسية المصرية منذ عهد الانفتاح المأسوف عليه اللي فتح كل شيء حتى الاخلاء اه الان ومنذ حوالي ثمان سنين تقريبا بدأت الدولة تصحو وتتنبه لاهمية البحث العلمي وان هذا هو ما نستطيع ان نقدمه للبشرية في المستقبل وان هذا ما يجب ان نقدمه مش هقول نتركه لا ده احنا نبتدي فيه ونستمر واولادنا يوصلوا الاجيال ببعض بدأت مبادرات الشباب بدأت مشروعات التخرج يكون فيه ربط بينها وبين سوء العمل بدأت الابحاث تجد دورها بتشجيع من الدولة للدوريات العلمية بدأت المؤتمرات بدأت المصانع الكبيرة وتوجيه سوء العمل انه يتبنى هذه الابتكارات وهذه المشروعات لكي ما تصير حقيقة على ارض الواقع كل مهندس وكل الدكتور وكل خريج لعلوم او كليات عملية اخرى كان يتمنى ان يؤخذ بمشروعه والسنين اللي قضاها في البحث العلمي ما يكونش ناتجتها بس ان يمنح شهادة ولكن ان يضع لبنة في جدار الوطن ليعلو ويعلو دائما الحقيقة البحث العلمي موضوع دلوقتي على طاولة النقاش من اجل تغيرات المناخ هل يستطيع البحث العلمي ان يكافح التغيرات المناخية المدمرة هل يستطيع ان يقلل من درجة حرارة الارض هل يستطيع ان يقل بشرية في هذا الكوكب من شر الزلازل والفيضانات والتسونامي وحرائق الغابات وارتفاع درجات الحرارة وفوضى المناخ التي اصبحت سنة في كثير من الدول ربما هذه الاسئلة مجتمعة او بعضها نستطيع ان نحصل على اجابات لها من استاذتنا اللي بتشرف جدا وبسعد لما بتنورنا الاستاذة الدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي الاسبق وطبعا دكتورة نادية في مركز البحوث كان لها يعني باع طويل انا ما بعترفش بفكرة ان وزير سابق دي يعني هو اللقب العلمي لا ده هي استاذة عظيمة وباحثة عظيمة لطالما افادت الوطن وهي من اكثر من ساعدوا باهتمام الدولة بالبحث العلمي مؤخرا سواء في فكرة التبرع بالبلازمة سواء في فكرة الابحاث الجينية سواء في فكرة خرائط الجينوم سواء في فكرة ابحاث المناخ النهاردة هتكون معنا دكتورة نادية في ستوديو مساء الخير وحتنورنا بعلمها الكبير